أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادرة إزرع وهي المبادرة الأولى من نوعها التي تتم بشكل تشاركي بين مدموعة من مؤسسات المجتمع المدني والحكومة والتعاونيات الزراعية من أجل تنمية صغار المزارعين وتوسيع رقعة الأراضي الزراعية هذا وقد تم إطلاق المبادرة وسط احتفالات شعبية حضرها الألاف من الفلاحين المستفيدين من المبادرة داخل المجتمعات الزراعية بكافة المحافظات المشاركة والتي تم تنظيمها بالتنصيق الكامل مع متطوع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للإعلان عن انطلاقة المبادرة وبداية موسم زراعة القمح